قصفت دمبات إسرائيلية أهدافاً داخل الأراضي السورية رداً على إطلاق الصواريخ باتجاه الجولان وبذلك تكون الجبهة جبهة الجولان قد دخلت على خط المواجهة بعد التصعيد الذي حصل على جبهات جنوبي لبنان وغزة والدفة الغربية يأتي ذلك فيما يتواصل التنديد الدولي بالتصعيد المتسارع في المنطقة وفي أحدث ردود الفعل أبدى الاتحاد الأوروبي قلقه العميق إزاء ما وصفه بالتصعيد الخطير داعياً إلى وقف فوري للعنف فهل تستجيب إسرائيل لدعوات تهدئة؟ وإلى أين تتجه التطورات في المنطقة؟ للنقاش معنا من رام الله الوزير السابق أشرف العجرمي وينضم إلينا من القدس الكاتب والباحث السياسي يوني بن مناحم ومن واشنطن المستشار السابق في وزارات الخارجية الأمريكية أندرو تابلر أهلا بكم جميعاً أبدأ معك سيد تابلر ضيفي من واشنطن إذا كانت سيد تابلر للولايات المتحدة لم تتمكن من الضغط على هذه الحكومة اليمنية المتطرفة هل يمكن للدول الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي من الضغط للوصول إلى التهدئة؟ ربما يمكن الاتحاد الأوروبي أن يحاول ذلك وربما يمكن أن يشارك في ذلك ولكن هذا لن يكون كافياً بكل تأكيد لمحاولة حل الأمور من دون الولايات المتحدة وأيضاً من بعض الدول أو المجتمع الدولي الآخر ولكن الأمر يتعلق الآن بديناميكيات تحدث في الشرق بين الحكومة الإسرائيلية والفلسطينيين وأيضاً بين إيران التي طبعاً قد استثمرت كثيراً في لبنان وفي سوريا وبين إسرائيل ومحاولة استغلال هذا الوضع ربما لتعزيز طبعاً مصداقيتها في المقاومة كما يقال قلت أن الأمر لن يكون كافياً ما المطلوب ما التغيير في رأيك سيد تابلر لإحداث فارق في هذا الضغط لإقناع هذه الحكومة للبدء على الأقل بمحادثات السلام أو البدء بالتهدئة أو منع الأمر على الأقل من التصعيد أكثر للأسف فإن هذه الأعمال العسكرية التي رأيناها في الأيام القليلة الماضية من لبنان وسوريا ستدفع الحكومة وأيضاً لأن تتشعر بأنها لا ينبغي أن تتغير ففي الأيام القليلة الماضية كان هناك وقف مثلاً في الإصلاحات القضائية التي كان يريد سيد نيتنياهو أن يفعلها ثم طبعاً هدأت الأمور داخل إسرائيل ولكن هذا لم يغير سياسة الحكومة فيما يخص مسار السلام ولكن على الأقل إذا هدأت الأمور فإن التغييرات القضائية كان هناك أمل بأن الحكومة يمكن أن مثلاً تبتعد عن موقفها الحالي بشأن ضم أراضي في الضفة الغربية وأيضاً لتتماشى مع حل الدولتين والذي كان طبعاً الحل الأمثل والذي كانوا يتحدثون عليه على مدى أربعين عاماً سيد بن مناحم هذه الأعمال العدائية كما تصفها إسرائيل من الجانب الآخر من الفلسطينيين على الأقل ما هي إلا رد فعل كما يرى الفلسطينيون على ممارسات غير مبررة من الجانب الإسرائيلي البشكلة هي ليس ما يحدث في الطرف الفلسطيني اليوم السلطة الفلسطينية ليس لا أي تأثير على ما يحدث في الشارع الفلسطيني وحماس هي التي تسيطر كان هناك اجتماعان في العقبة وشرم الشيح بمشاركة إسرائيل والسلطة الفلسطينية والغدون ومصر والولايات المتحدة في محاولة لاتهدية الأوضاع قبل شهر رمضان المبارك ولكن المخطط الإيراني هو الذي سيسيطر على الأوضاع هناك محور الذي يسمى بمحور المقاومة برئاسة إيران ومشاركة حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي وهذا المحور هو الذي يثير كل المشاكل التي حصلت في الأيام الأخيرة ما رأيك سيد العجرمي السلطة ليس لها أي تأثير على الشارع الفلسطيني كما قال سيد بن ناحم حماس هي التي تسيطر يعني اجتماعي العقبة وشرم الشيخ كان مع السلطة في محاولة للتهدي قال أوضاع الآن هي خلف هذا المخطط مخطط إيراني تحت شعار ما يسمى بمحور المقاومة وهو الذي يدفع إلى المزيد من التعقيد أود أن أستمع إلى رأيك أو ردك نعم في الواقع الشعب الفلسطيني يرزح تحت الاحتلال منذ أكثر من خمسة وخمسين عاما وكل الدعوات للتهداء تتناسى وتتجاهل هذا الاحتلال وهو لب المشاكل التي تعاني منها المنطقة لا يمكن لحماس ولا الجهاد الإسلامي ولا لا يتنظيم فلسطيني ولا أي مجموعة فلسطينية أن تذهب نحو مقاومة الاحتلال إذا الاحتلال غير موجود بالأساس إسرائيل لا تزال تتحدث عن ضم الضفة الغربية وتهويد القدس باتبارها جزء من العاصمة الأبدية كما يقولون لإسرائيل ولدينا حكومة هي أكثر الحكومات تطرفا وعنصرية على مدى التاريخ الإسرائيلي وبعد ذلك يقولون تهدئ عن أي تهدئة والإسرائيليون يجتاحون المناطق الفلسطينية بشكل يومي قبل وقت قليل قتل مواطن فلسطيني في منطقة قلقيليا وكل يوم تقريبا هناك مواطن وفي أحداث كثيرة يقتل سبعة وثمانية وعشرة مواطنين فلسطينيين بدون أن يكون هناك تغيير في السياسة الإسرائيلية تغيير جوهري بمعنى أن تعود إسرائيل إلى مرجعية الدولية لعملية السلام لتبني حل الدولتين لوقف الاستيطان وعمليات الاجتياح اليومي والقتل والاعتقال وهدم البيوت والتهويد والاستفززات في القدس والاستفززات المستوطنين التي تحدث على مدار الساعة في الضفة الغربية لن يكون هناك أفق لا لتهدئة ولا لأي شيء آخر بغض النظر عن مستوى قوة السلطة وضعفها ولكن الضعف الأساسي للسلطة الفلسطينية نتيجة لانهيار العملية السياسية نتيجة لوجود حكومة يمنية متطرفة تقوم بجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني هذا يقود الشارع الفلسطيني إلى ردد الأفعال وإلى تعاظم قوى التي تؤيد المقاومة ضد إسرائيل وبالتالي الأصوات المعتدلة تحدث عن سياسة ودبلوماسية وما شابه تضعف بشكل تدريجي نتيجة لهذه السياسة الإسرائيلية وأيضا نتيجة لتجاهل المجتمع الدولي لجرائم إسرائيل وتغطي على هذه الجرائم ومنحها حصانة دولية كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية وكما فعلت بالأمس في مجلس الآمن يعني لا يتم التعامل مع جرائم إسرائيل كما التعامل مع جرائم أقل وطأ في العالم تفرض عقوبات ويتم مقاطعة دول وحكومات وإلى آخر وكما نشهد في الحرب الأوكرانية الروسية وإسرائيل 55 عاما وأكثر ولا أحد حتى يفكر في فرض أي نوع من العقوبات حتى اللغة اللغة إن كانت قاسية على إسرائيل يتم تعديلها بلغة مهادنة ولغة تتحدث عن مساواة بين الضحية والجلات ثم يقولون بعد ذلك تهدئة والسلطة الفلسطين تستطيع أو لا تستطيع وحماس والجهاد وإيران كل هذا ظواهر جانبية لمسألة كبرى وهي الاحتلال الإسرائيلي واستمرار التحكم بمصير الشعب الفلسطيني والتنكيل به على مدار الساعة وبالتالي أي حديث عن السلطة الفلسطينية وعن مؤتمر العقبة ومؤتمر شرم الشيخ وأي شكل مشكال المؤتمرات لن يفضي إلى تغيير جوهري طالما لا تغير سياستها في الميدان وتتراجع عن ما تقوم به ضد الشعب الفلسطيني وخاصة القضاء على فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة طيب ما رأيك سيد بن مناحم قبل أن ننتقل إلى سيد تابلر أود أن نستمع إلى تعليقك يعني إسرائيل هي التي تحتل تنتهك المرجعية الدولية إنسانيا وثقافيا على الأرض هناك قتلى يسقطون من الجانب الفلسطيني أيضا بالتالي سيكون هناك دائما شكل من أشكال المقاومة على إسرائيل كما قال السيد العزرمي أن تغير سياستها فبالتالي هذه الظواهر الجانبية هي ما هي إلا يعني انعكاس للممارسات الإسرائيلية باختصار ماذا تقول نقطتين مهمتين النقطة الأولى السلطة الفلسطينية فقدت السيطرة الأمنية على شمال الضفة الغربية هناك جماعات مسلحة التي تكون بعمل إرهاب ضد دولة إسرائيل والنقطة الثانية وهي الأهم بأن ليس هناك عنوان للتفاوض باتجاه السلام في الطرف الفلسطيني هناك انقسام شديد بالمجتمع الفلسطيني السلطة الفلسطينية فقدت الشارع الفلسطيني والمسيطر هو حماس الذي يريد تدمير دولة إسرائيل ويريد فلسطين من النار إلى البحر ولذلك ليس هناك أي عنوان للتفاوض على العملية السلام قبل أن أعود إليك سيد العجرمي أنتقل لسيد تابلر سيد تابلر في ظل هذا التوتر والتصعيد تشتد الحاجة إلى إحياء جهود السلام الاتحاد الأوروبي كما تابعنا يدخل على هذا الخط للقيام بهذه المهمة لكن ما مدى قدراته بالفعل لإحياء هذه الجهود جهود السلام يمكن أن يحاولوا كما قلت يمكن أن يتوسطوا نعم ويحققوا شيئا ما ولكن الأمر عادة يتطلب وزن الولايات المتحدة بسبب علاقتها الخاصة مع إسرائيل كحليف استراتيجي حتى نحصل على شيء معتبر وحتى في أفضل الظروف فإن مسار السلام صعب الحفاظ عليها ولكن الأوروبيون يمكن أن يحاولوا نعم فهذا يستحق المحاولة ولكن الأمر يتطلب ربما كما قلت أكثر حتى يحل الوضع لا أعتقد أن ما نراه الآن يمكن أن يؤدي إلى أحياء فنحن نرى التصعيد وخاصة مع هذه الهجمات خلال الأيام الماضية من لبنان ومن سوريا على إسرائيل لكن كانت سيد تابدر العديد من الحكومات تكترث لوجهة النظر البيت الأبيض أو أي رئيس أمريكي لكن هذه المرة يبدو الأمر مختلفا يعني آخر التصريحات كانت لبن جفير وزير الأمن القوم الإسرائيلي قال إن إسرائيل ليست نجمة أخرى على العالم الأمريكي هل هذه الحكومة التي باتت لا تكترث بالحلفاء وعلى رأس حليف رئيس كواشنطن نعم بكل تأكيد إسرائيل تكترث بشأن الولايات المتحدة وموقفها سواء هو مثلا اكترث أم لا هذا أمر آخر ولكن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل مهمة جدا الإسرائيليون يعرفون هذا وأعتقد بأنه من الخطأ أن ننظر إليه بطريقة مختلفة الولايات المتحدة تحاول أن تتعامل مع الوضع بأفضل طريقة وسنرى مدى ربما بقاء هذه الحكومة في وجه المظاهرات وطبعا المعارضة الشديدة من شعبهم ضد سياساتهم ولكن الولايات المتحدة ستبقى مع إسرائيل دائما وإسرائيل ترى هذا بكل تأكيد سيد بن ناحم أبقى معك حول الدور الأوروبي يعني الاتحاد الأوروبي بن ناحم يسعى للبناء على مبادرة السلامة التي تبنتها الجامعة العربية في عام 2002 وأضافت أيضا لها مساهمة أوروبية تسعى إليها من خلال مبادرة تدعو طبعا إلى انسحاب من حدود 1967 كيف ستستقبل هذه الحكومة اليمنية هذه المساعي الأوروبية بالبناء على هذه المبادرة العربية مبادرة العربية ممكن تكون في المستقبل قاعدة للمفاوضات ولكن ليس هناك عنوان في الترف الفلسطيني أول شيء المطلوب هو ترتيب البيت الفلسطيني علينا أن نعلم إسرائيل تريد أن تعلم من هو العنوان الذي يمثل الشعب الفلسطيني هل هي السلطة الفلسطينية الضعيفة التي ليس لها أي قوة بالبيدان أو حركة حماس الإرهابية التي تريد تدمير دولة إسرائيل والتعمل مع إيران ومع حزب الله فأين هو العنوان؟ هذا كل الحكي هذا المبادرة العربية وتطبيقها هذا أوهام في أهوهام ذلك الجانب الفلسطيني يرى أن كما قال قبل قليل سيد العجرمي أن هذا الانقسام هو نتيجة للضغط على السلطة وبالتالي الشارع انقسم وهناك من يود الرد باستخدام القوة وليس فقط الجلوس دائما على طاولة الحوار إذا استخدمت إسرائيل قوة سيد بن مناحم فهناك طرف فلسطيني يرى أنه يجب استخدام القوة وسيجد أطراف أخرى كإيران تدعم هذا المسار يا سيد العزيز حركة حماس انقلبت على السلطة الفلسطينية في 2007 دون أي علاقة لإسرائيل واتردت السلطة الفلسطينية من قطاع رزة واليوم هي تكريبا ستسيطر على الشغل الفلسطيني كله بدون أي علاقة لإسرائيل هذا الانقسام هو الداخلي فلسطيني ولا علاقة لإسرائيل في ذلك ما رأيك سيد العزيز ليس هناك عنوان للتفاوض انقسام شديد يتفاوض الجانب الإسرائيلي مع من إذا كان يرغب في التهدي أصلا أولا هذا كلام مردود على الإسرائيليين لا يوجد في إسرائيل شريك في الواقع لا توجد في إسرائيل حكومة منذ وقت طويل منذ أن تولى بنيمين نتنياه رئاسة الحكومة في عام 2009 وحتى اليوم لا يوجد في إسرائيل أي حكومة مستعدة للذهاب لعملية سياسية أو لمفاوضات حقيقية أما العنوان الفلسطيني فهو منظمة التحرير الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية تعترف بها كل الفصائل بما فيها حماس وحركة الجهاد الإسلامي وأكثر من ذلك هناك اتفاق بين الفصائل بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي المخولة بالمفاوضات مع إسرائيل وأنهم في حال التوصل إلى اتفاق هذا الاتفاق يعرض على الشعب الفلسطيني في استفتاء عام وغير ذلك غير ذلك حماس نفسها حركة حماس أقرت في عام 2017 بمبدأ إقامة دولة فلسطينية في حدود عام 1967 وهذا تغير كبير في موقف حركة حماس بمعنى أن كل الشعب الفلسطيني كل الفصائل بدون استثناء تقبل قيام دولة فلسطينية في حدود عام 1967 ولكن أين هو الطرف الإسرائيلي الذي يقبل بذلك؟ الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تقبل بمرجئيات لا أوسلو ولا قرارات الممتحدة الحكومة الحالية تقول مبدأين مبدأ الأول أن كما يسمونها أرض إسرائيل يعني فلسطينية تاريخية هي حق حصري للشعب اليهودي هذا أحد أهم بنود برنامج حكومة نتانياو وثاني شيء هي تذهب إلى الضم جزاء واسعة من الضفة الغربية والانقسام الذي حدث بين سموترش ووزير الدفاع في تقسيم الصلاحيات والإدارة المدنية ويوني بن منح ليعرف ذلك تماما بأن إسرائيل ذهب نحو الضم الفالي دي فاكتو في الأراضي الفلسطينية بالتالي لا يوجد شريك إسرائيلي حتى من طرف خيط وإذا كان هناك انقسام فهي انقسام في إسرائيل أيضا إسرائيل مقصمة نسطيني اليوم كما عندنا انقسام عندهم انقسام ولكن نحن نعتبر الحكومة الإسرائيلية هي العنوان كما هي منظمة التحرير الفلسطينية هي العنوان وبالتالي من يريد الذهاب إلى مفاوضات الرئيس أبو مازن ومنظمة التحرير هي العنوان للمفاوضات وهي التي يفاوضت ولكن حتى الآن لم تطرح إسرائيل حلا واقعيا متكاملا لهذا الصراع ولم تتبنى المرجعيات الدولية العملية السياسية بما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية إلى جام دولة إسرائيل ونتنياهو تحديدا يقول أن لديه أربع شروط مسبقة لأي مفاوضات لا عودة لحدود 67 لا حل لقضية اللاجئين فلسطيني بعودة أي لاجئ فلسطيني لا مفاوضات على القدس ولا تنازل عن الضفة الغربية المستوطنات في الضفة الغربية والمناطق الواقع الأمنية هذه الشروط لا يمكن لأي فلسطيني على الإطلاق حتى لو كان طفلا يرضى أن يقبل بها وأن يذهب إلى مفاوضات عليها هذا برنامج نتنياهو قبل بينكفير وسموتريش الآن مع بينكفير وسموتريش يذهب إلى الضم لا يذهب حتى إلى هذه الشروط هذه الشروط أصبحت معتدلة بالقياس إلى السياسة الإسرائيلية والآن هناك سياسة متطرفة عنصرية يمينية أقصى اليمين في إسرائيل يذهبون إلى الضم لا يقرون بالشعب الفلسطيني اسموتريش قال قبل أكب من يوم أنه لا يقر لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني والحكومة لا تقول لا حقوق للفلسطينيين في فلسطين التاريخية مع من نتحدى يوجد قائد فلسطيني موجود في المقاطعة وإسرائيل تعرفه وزاره قاد إسرائيلي ويعرف الموقفه ولكن في إسرائيل لا توجد حكومة ولا قائد سياسي واحد يريد الذهاب لعملية سياسية سيد تابلر كيف يمكن في رأيك إذن رسم حل واقع أو بداية على الأقل حل واقعي في ظل تنامي مشاعر عدائية بين الجانبين وتزايد حالة الانقسام في كل الجانبين أيضا أعتقد أن الأمر سيكون صعبا جدا في بعض الأوقات الأطراف تتفاوض وتهدئ الأمور لو شعرت بأن الأطراف الأخرى من النزاع مثلا تتعاون مع دول الجوار أو غيرها ولكن أعتقد بأننا للأسف الآن في دائرة حيث إن العودة إلى طاوية المفاوضات صعبة جدا والتغييرات التي حدثت والأزمات الكبرى التي حدثت وخاصة ما رأيناه في الأيام الماضية عقدت الوضع لكن كما قال سيد العجرمي وهنا أنقل السؤال إليك سيد تابلر كيف يمكن لأي مفاوضات أن تنجح في ظل التعاون مع طرف أو الجلوس على طاولة الحوار مع طرف وهنا يقصد إسرائيل لا تقبل بأي مرجعيات دولية إسرائيل كان لديها أيضا عدد من توقيع اتفاقات سلام عدد من الدول العربية الآن بعد مرور عامين ونصف الاتفاقات وطبعا ثلاثة أشهر من ولاية الحكومة الأخيرة هذه الممارسات تجاوزت الاتحاد الأوروبي واشنطن وليس فقط العالم العربي أغضبت هذه الأطراف كلها فلماذا يكترث بالرأي الإسرائيلي في حين أنه لا يكترث بأي اعتبارات دولية أعتقد أن هذا موقف هذه الحكومة في إسرائيل فلديها طبعا بعض المكونات التي تكترث لها أنا لا يمكن أن أرد على لسان الإسرائيليين بكل تأكيد فلدينا ضيف إسرائيلي في البرنامج أيضا ولكن من المهم أن نعرف بأن الحكومة الإسرائيلية تتغير فإسرائيل ديمقراطية وسننتظر لنرى ما إذا كان موقف الحكومة سيتغير والمستقبل ربما الحكومة ستتغير ومكون الحكومة سيتغير فهذه كلها احتمالات ولكن في الوقت ذاته نعم أنت محق فهناك احتمال بعيد بأننا سنعود لطاولة المفاوضات حين يبدو بأن الطرفين لا يجدان أي أرضية مشتركة سيد من ناحة إلى أين يتجه الوضع إذن في رأيك في ظل هذا التباعد والانقسام في كل الجانبين للأسف الشديد هذا الوضع هي باتجاه التسعيد لأن محور المقاومة برئاسة إيران استولى على الأمور وهو اليوم يقود كل الجبهات باتجاه التسعيد ورسم السياسة الجديدة هي توحيد الجبهات لدولة إسرائيل ولذلك كل الحديث على حل سياسي ورغ ممكن أنا بالطبع لا أمثل الحكومة الإسرائيلية أنا أقول كمحلل سياسي ولكن ما هو المتلوب ما هو الذي يطلب السيد صديقي أشرف الأجرم من إسرائيل إحنا جربنا الترف الفلسطيني كانت هناك تجربة قطاع غزة قبل الانسحاب الإسرائيلي من القطاع كانوا يقولون الفلسطينيون لإسرائيل نساحبوا من غزة ونحاول غزة إلى سنجافورة وشو الحصل بالفعل انسحبت إسرائيل وعملت حماس انكلاب على السلطة وتراداتها من قطاع غزة وحولت قطاع غزة إلى الدولة ترهاب تتلك السواريح إلى إسرائيل وتبني الأنفاق فكيف يتوقع الفلسطينيون أن تنساحب إسرائيل من الضفة الغربية لكي تتحول أيضا الضفة الغربية إلى منصة للهجوم على إسرائيل سيد العجرمي في دقيقة وقال من ذلك كيف تنظر إلى تطورات المشهد في القريب على الأقل يعني بدون تغيير جوهري بالسياسة الإسرائيلية على الأقل وقف الاستيطان والاجتياحات والاستفزازات التي يقوم بها المستوطنين والجيش في المناطق الفلسطينية المختلفة وفي مقدمتها القدس لن يكون هناك أي إمكانية للتهدئة هناك حاجة لأن تقوم بإسرائيل بإشعار كل العالم والطرف الفلسطيني على وجه التحديد بأن هناك تغيرا ملموسا وجديا في السياسة الإسرائيلية وحول النقطة التي تحدث بها السيد يوني بأن انسحاب إسرائيل أدى إلى انقلاب حماس والصواريخ إسرائيل انسحبت من جانب واحد ونفضت حتى التنسيق مع السلطة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية في هذا الجانب ولم تكن هذه جزء من عملية سياسية نحن من نريد أن نحصل عليه هو عملية سياسية متكاملة الانسحاب الإسرائيلي يكون فيها منظم والسلطة الفلسطينية تبني فيها قواتها وتسيطر على كل المناطق وهذا أيضا ممكن لو كان هناك اتفاق سلام فلسطيني إسرائيل أما خطوات حادية الجانب بالانسحاب أو الضم لن تؤدي إلى أي نتيجة وإنما هناك حاجة لحل سياسي متفق عليه بين كل الأطراف ومدعوم دوليا وضمنات دولية وحماية دولية بما فيها آمن سيد تابلر هل يمكن لدور دولي مؤثر أو لواشنطن في منع هذا المشهد من الذهاب إلى التصعيد في ثلاثين ثانية باختصار سيكون من الصعب بكل تأكيد إذا نظرنا إلى هذا التصعيد كما هو الولايات المتحدة ليست لديها علاقات جيدة مع إيران وهي طبعا تتفاوض معهم بشأن برنامجهم النووي ولكن لديها علاقات مثلا مع الحكومة اللبنانية ولكن الحكومة اللبنانية نفسها تعاني إذن ليس هناك علاقة أيضا مع الحكومة السورية والتي هي نظريا تسيطر أو تقول إنها تسيطر على أراضيها ولكن طبعا نفوذ إيران عظيم هناك وأيضا روسيا تلعب دورا كبيرا في سوريا الولايات المتحدة يمكن أن تلعب دورا ولكن قدرتها في جمع الجميع سيكون صعبا أخشى ذلك أندرو تابلر المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية كنت معنا من واشنطن ومن القدس كان معنا الكاتب والبحث السياسي يوني بن مناحم ومن رام الله الوزير السابق أشرف العجرمي شكرا جزيلا لكم وشاركتنا هذا الحوار في غرفة الأخبار